مرحبا بكم أعزائي الطالبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية لصف الأول متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت الثالث الدرس السابع عنوان الدرس The Hungry Fox الثعلة بالجاعة قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب بيجي الفيسبوك الأستاذ طاح حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الأول متوسط نبدأ بالدرس اليونت الثالث الدرس السابع عنوان الدرس The Hungry Fox الثعلة بالجاعة بالبداية يقول لي read the story and answer the questions اقرأ القطعة واجب على الأسئلة إذا منطيني قطعة أو مقطع نصي أو قصة قصيرة عن هذا الثعلة بالجاعة يطلب من عندي أني أقراها أقرأ هذه القطعة وأجاوب على الأسئلة المتعلقة بيها طبعا تنطيني هناك سؤال أول هناك سؤال ثاني هناك سؤال ثالث إلى آخره بالبداية نحن نقل القطعة ونوضح مفرداتها وراها نجاب على الأسئلة المتعلقة بيها نبدأ بقراءة القطعة يقول لي one day في يوم ما A fox was looking for food هذا الثعلب أو ثعلب كان يبحث على طعام on a farm في مزرعة He saw a bird He saw a bird رأى طائر on a shed على كوخ Hello said the fox قال الثعلب مرحبا I am hungry أنا جاء Have you seen chickens or have you seen the chickens هل رأيت الدجاجات No I haven't كلا لم أرها They are my friends إنها أصدقائي إنهن أصدقائي Go away اذهب بعيدا said the bird angrily قالها الطائر بغضب هاي الكلمة angrily هاي الكلمة مهمة جدا حاولت تحفظ معناها وتأشر وياعي الكلمات البقية لأن راح تفيدنا بالدقائق القادمة angrily معناها بغضب قال الطائر بغضب رد علي بغضب لأن أصدقائي ما أقول لك على مكان هن على ما تروح تاكل هن The fox saw some meat under the bird's food شوفنا هنا رأى الثعلب بعض اللحم تحت قدم هذا الطائر Can I have some meat please قال له اللي أنا أحظى ببعض اللحم رجاء He asks politely أو asked politely سأله بأدب Politely معناها بأدب كذلك هاي الكلمة حاولت تحفظ معناها I am very hungry أنا جدا جائع I haven't eaten today لم أأكل طوال اليوم No you can't قال له لا ما رح أنطيك هاي اللحم It's mine إنها لي said the bird قال الطائر The fox thought for a minute فكر الثعلب لدقائق Have you sung today هل غنيت اليوم Ask the fox سأله الثعلب قال له ما غنيت اليوم Slowly ببطئ إذن سأله ببطئ كلمة slowly معناها ببطئ هذه كلمة هم حاولت تحفظ معناها لأنه مهمة I haven't heard you لم أسمعك They tell me you can't sing very well قال لولي بأنك تغني بشكل جيد جدا That's right said the bird قال الطائر ذلك صحيح Sing for me please قال لزيان ليش ما تغني لي شوية said the fox قالها الثعلب All right حسنا said the bird قال الطائر حسنا and began to sing وبدأ بالغناء You sing beautifully اش قال له قال له أنت تغني بشكل جميل Beautifully معناها بشكل جميل كذلك حالت تحفظون هاي الكلمة said the fox قال الثعلب أنت تغني بشكل جميل Can you sing from that tree قال لزيان تقدر تغني لي من ذيك الشجرة يعني تصعد على الشجرة وتغني لي Thank you said the bird قال له شكرا لك شكرا لأنك قلت أنت تغني بشكل جيد and flew up to the tree وطار نحو الشجرة The fox picked up the meat quickly أثناء ما طار هذا من الكوخ إلى الشجرة The fox الثعلب التقط هذه اللحمة quickly quickly معناها بسرعة هاي كذلك الكلمة المهمة and run away وهرب بعيدا laughing loudly يضحك بصوت عالي إذن بالبداية قال له أريد الدجاج ما شفت الدجاجات على مدروحة كلهن قال له أنا ما راح أقول لك وراها قال له أضحك علي قال له قال له قال له أنك تغني بشكل جميل ممكن تغني لي قاموا يغني له وقال له زيان تقدر تغني له من ذيك الشجرة الطائر استوى طار من الشد هذا الكوخ إلى الشجرة الثعلب التقط اللحمة اللي جوا رجلة وأخذها وشهرة بعيدا يضحك بصوت عالي هذا ما يخص هذه القطعة بالبداية يعد مجموعة من الكلمات ثاني كلمات بالإضافة اللي أشرناهن حاولوا تحفظون معانيهن لأن راح تفيدنا بالدقائق القادمة بحل كتاب النشاط أولا فوكس معناها ثعلة لكينك فور معناها يبحث فود معناها طعام فار معناها حقل باب معناها طائر هنغري معناها جائع تيكن دجاجة أنجلي بغضب بشكل محترم سن يغني بيوتفلي بشكل جميل بكتب التقطة لفن ضاحكا لاودلي بصوت عالي وكوكلي بسرعة الآن بعد ما قرأنا القطعة ونحن مفرداتا ننتقل للأسئلة اللي سألني إياها اللي هو السؤال الأول والسؤال الثاني والسؤال الثالث اللي منطنيها نوي القطعة قبل ما أجاوب على هاي الأسئلة بعض الأساتذة يعتبر هذه القطعة كقطعة مطلوبة بالامتحان التحريري وبعض الأساتذة يعتبرها فقط قطعة للقراءة فلتسأل الأستاذ معتك هذه مطلوبة من عندنا إذا مطلوبة فأنت لازم تحفظ الأسئلة اللي رح نعرضها اللي هي كالتالي حاولوا تحفظوها وإذا كانت فقط للقراءة فهذه الأسئلة تعتبر كتحضير يومي يسألها الأستاذ كأسئلة شفوية بداخل الصف نبدأ للأسئلة يقول لي لماذا يريد الثعلب أن يجد الدجاجات لماذا سأل عن الدجاجات أكيد لأنه جائع ويريد يأكلهم فأقول له لأن الثعلب كان جائع تقدروا أن تكملوها وأراد أن يأكلها ما الذي قال الثعلب للطائر بعدما قام يغني الثعلب ش قال للطائر قال له أنك تغني بشكل جميل You sing beautifully أنك تغني بشكل جميل Do you believe the fox يسير لك لك هنا يقول لك هل تثق أو هل تصدق بالثعلب الثعلب نعرف أنه ماكر فأكيد ما راح أصدقه فأقول No it was a trick لقد كانت خدعة لماذا كان الثعلب يضحك لماذا بالأخير في نهاية القصة الثعلب قام يضحك لأن ضحك على الطائر وأخذ من عنده اللحماية He trick worked أو his trick worked خدعته ونجحت نجحت خدعته وقدر يأخذ اللحماية هذا ما يخص الأسئلة المتعلقة بقطعة الثعلب الجاعة مثل ما وضحنا إذا هذه القطعة مطلوبة من عندك بالانتحان التحريري اسأل الأستاذ ماتتك فهي قطعة مهمة وتجيك في سؤال مخصص لقطع الكتاب وإذا اعتبرها الأستاذ ماتتك فقط للقراءة فهذه الأسئلة تعتبر أسئلة شفوية يجسلها الأستاذ بداخل الصف كتحضير يومي ننتقل إلى كتاب النشاط أو قبل أن ننتقل لكتاب النشاط أدنا موضوع اسمه ظروف الحال قبل دقائق أشرنا بعض الكلمات قلت لكم هذين كلمات مهمة لازم تحفظون معانيها مثل beautifully بشكل جميل loudly بشكل عالي angely بغضب إلى آخرهم هذين اللي تمتيه بالواي نسميهم ظروف الحال شنو هاي ظروف الحال ملاحظة ظروف الحال أو ظرف الحال يصف الفعل الذي قام به الشخص أما الصفات فهي تصف الاسم بحذ ذاته ما افتهمت استاذ شون يعني يعني على سبيل المثال أقول سوها is careful careful معناها حذر هذه صفة الصفة تصف الاسم سوها is careful يعني من الكيرفول من الحذر سوها هي اللي حذرة زيان لكن لما أقول سوها walked carefully معناها سوها سارت بحذر carefully هذه ظرف الظرف ما يوصف لسوها ما يوصف للاسم الظرف الحال يوصف الفعل الذي قام به الشخص وصفت للوقت walked معناها سارت سارت بشكل حذر إذن سوها is careful سوها حذرة من هي الحذرة سوها ليش لأن careful صفة الفل معناها دليل على أن الكلمة هاي صفة وصفة وصفة للاسم من والاسم سوها بينما carefully بحذر هذا ظرف حال شون عرفت ظرف حال بالألواي هسرا نجيب بعد دقائق نوضع شون ظرف الحال بالألواي ظرف الحال ما وصف لسوها ما يوصف الاسم وأنما تصف الفعل الذي قام به الشخص شنه هو الفعل هذا بالإيدي walked فسوها walked carefully سوها سارت بحذر وصفت للمشية مالتها أو المسير مالتها ما وصفت لسوها بحذ ذاتها إذن بلشنا أنه عرفنا أن ظرف الحال يصف الفعل بينما الصفات تصف الاسم زين عدم ملاحظة ثانية يمكن تحويل الصفة إلى ظرف حال بإضافة ألواي في نهاية الصفة كما في الأمثلة التالية يعني أنا عندي مثلا loud loud معناها عالي عالي هاي صفة زين إذا أرد حولها من صفة إلى ظرف وش أضيف لها أضيف لها ألواي loud عالي loudly بشكل عالي beautiful جميل beautifully بشكل جميل أضفت لها ألواي مثلا أقول سوها is beautiful سوها جميلة منية جميلة سوها ليش وصفت لي سوها لأنها يصفة لكن لما أقول سوها speaks beautifully سوها تتحدث بشكل جميل beautifully اللي هي ظرف الحال توصف التحدث مال سوها وكذلك مع careful حذر هذه صفة carefully بحذر هذه ظرف ضفت لها الواي quick سريع هذه صفة quickly بشكل سريع هذه ظرف حال وهكذا quiet هذا quietly بهدوء هذه صفة وهذه ظرف أضرب لكم مثال quiet مثلا أقول علي is quiet علي هادئ من هو الهادئ؟ quiet هاي صفة وصفت لي علي نفسيته وصفت لي الاسم لكن أقول علي speaks quietly معناها شنو؟ معناها علي يتحدث بصوت هادئ بصوت هادئ ما وصفت لي علي وأن ما وصفت للحديث مال علي ليش وصفت للفعل؟ يعني الحديث أقصد بي الفعل ليش وصفت للفعل؟ لأن الظروف الحال اللي تنتهي بالواي توصف للفعل أما الصفات توصف الاسم بحذ ذاته بعد ملاحظة إذا انتهت الصفة بواي يقلب الواي إلى آي ونضيف الواي هذه متعودين عليها سابقا مثلا angry هذه الصفة أرد حولها ضرف حال لازم أضيف لها الواي لكن قبل ما أضيف لها الواي لازم تقلب الواي إلى آي ونضيف الواي angry غاضب أنقل لي بغضب happy سعيد happily بسعادة تقلب الواي إلى آي ونضيف الواي تقلب الواي إلى آي ونضيف الواي easy سهل easily بشكل سهل أو بسهولة هناك بعض الصفات الشاذة التي تحول إلى ظروف حال بدون إضافة الواي وهي قليلة هذه الشاذة لازم نحفظها مثلا fast هذه ما أضيف لها الواي هي تبقى على حالها fast fast الأولى سريع fast الثانية بشكل سريع good جيد well بشكل جيد وهكذا لازم تعرف هذه الصفات شاذة لحد الآن الموضوع لا ينتهى أو قليلاود لاود لي زين easy لازم تعرف أني easy إذا أردأ حولها أو أضيف لها الواي تقلب الواي إلى آي ونضيف على الواي فصير easily بسهولة بدون الواي الواي تقلب إلى آي هذه ممكن تجيني بسؤال الإملاء لكن ملاحظة ثانية أنه يكون موقع هذه الظروف في الجملة بعد المفعول به أو في نهاية الجملة كما في الأمثلة التالية شوف هنا the bird sung beautifully غنى الطائر بشكل جميل the bird هو الفاعل sung فعل ماضي beautifully بشكل جميل جاء في نهاية الجملة جاء في نهاية الجملة موقع أما نهاية الجملة أو بعد المفعول به مثال ثاني عن المفعول به the fox asks the bird politely الثعلة طلب أو سأل الطائر بشكل مؤدد the fox الثعلة بفاعل asked فعل the bird الطائر مفعول به شوف هنا وين موقعها بعد المفعول به هيهم صحيح من نهاية الجملة لكن بشرط بعد المفعول به لحد الآن من الممكن نتجيني بلمسحان بسؤال القواعد بطريقة أخرى أسه مثلا بسؤال الملامثل ما وضحنا أرسم مثال قل لي happy صارت happily زين good شو الصيد أنا أعرف أن الgood شاذة فأقول له well هاي سهلة لكن من الممكن تجيني بالامتحان التحريري بسؤال القواعد بهاي الصيغة قل لي the fox walked slowly أوقف slow هذه معناها بطيء هذه صفة slowly معناها ببطء هذه ظرف أوقف أستاذ ش بدريك هذه ظرف سهلة احنا قلنا الظرف ينتهي بأضواء وضحنا بالملاحظات أنه لما أضيف al y للصفة تصير ظرف حال زين شوكت أخلي ظرف الحال وشوكت أخلي الصفة هذه الملاحظة جدا بسيطة إذا قبل الفراغ هذا مو الفراغ إذا لقيت قبل الفراغ بالجملة اللي قبل الفراغ لقيت فعل رئيسي إذا لقيت فعل رئيسي خلي ظرف إذا ما لقيت فعل رئيسي خلي صفة إذا لقيت فعل رئيسي خلي ظرف الحال ظرف الحال يعني شنو يعني al y إذا ما لقيت فعل رئيسي خلي صفة فهنا أنا شلقيت لقيت وقت فعل رئيسي ماضي فعل ماضي فأقول slowly the fox walked slowly الثعل بسارة بطيء له ببطء سارة ببطء إذا نقول slowly بعد the bird sung قال لي هالمرة beautifully هذو ظرف حال أريدك تدخل إياها بالجملة إذا تريد تدخلها بالجملة لازم تعرف موقعها وين موقعها أما بعد المفعول به أو في نهاية الجملة the bird فعل sung فعل أكون مفعول به لا إذن في نهاية الجملة أكتب الجملة the bird الطائر sung غنى beautifully beautifully معناها بشكل جميل إذن وضعت الظرف الحال في نهاية الجملة هذا ما يخص موضوع ظرف الحال تعرفنا على موقعهم تعرفنا على كيفية تحويل الصفة إلى ظرف حال استخدامهم إشعال نجينا بالامتحان إشعال نقدر نجاوب عنهم الآن ننتقل إلى كتاب النشاط تمرين رقم واحد طبعا لا تنسوا تسجنون هذه الملاحظات مع الظرف الحال بالدفتر أو هنا موجودات ملزمة تحبون تطلعون على المزمة كذلك متوفرات نفس الملاحظات بالمزمة تقدرون تطلبوها من وكلاء الطابع بكل محافظات العراب نشرها بقناة التليجرام إذا تحبون تطلعون عليها نجي على تمرين رقم واحد شي يقول لي يقول لي معناها ظروف الحال يقول لك يجد ظروف الحال في القصة ظروف الحال اللي أشعرناها اللي وضحنا ببداية الدرس قلت لكم دني كلمات تحاول تحفظون معناها إذا تتذكروها Angerly Angerly معناها بغضب Loudly Loudly معناها بصوت عالي Politely Politely معناها بأدب إلى آخره Beautifully بشكل جميل إلى آخره هذا تمرين رقم واحد تمرين بسيط جدا غير مهم بالامتحان التحرير وامتحان الشفوي مجرد الطالب يروح للقصة يطلع الكلمات اللي يدل على ظروف الحال قلنا ظروف الحال اللي تنتهي بألواي ما عدا Fast وما عدا Well Well بشكل جيد وFast بشكل سريع أما تمرين رقم 2 هذا التمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري يجيني مثل ما هو على شكل إسقاطات سقط الكلمات بالفراغات المناسبة Carefully قلنا معناها بحذر Quietly معناها بهدوء Angerly معناها بغضب وإيزي بسهولة هسه شي يقول لي يقول لي هدا put the glass down هدا وضعت الزجاجة فراغ because she didn't want to break it فراغ لأنها لم تريد أن تكسرها ما تريد تكسر الزجاجة إذن وضعتها شنو وضعتها Carefully وضعتها بحذر خاف تكسرها فيصل did the test فيصل قام بالاختبار فراغ and got good marks وحصل على درجات جيدة إذن قام بالاختبار أو أنهى الاختبار easily بسهولة الاختبار أو الامتحار ماته كان سهل بالنسبة إذا أمل sang فراغ غنت أمل فراغ because the baby was sleeping لأن الطفل كان نائما غنت شنو غنت quietly quietly معناها بهدوء لأن الطفل كان نائما father shouted فراغ الأب صرخ صرخ بغضب angrily فأقول the father shouted angrily angrily معناها بغضب هذا ما يخص تمرين رقم 2 مثل ما وضحنا هذا التمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري بامتحان نصف السنة وكذلك بامتحان الشهر الثالث يقول لك سقط الكلمة بالفراغ المناسب حالوا سجلونها من حلول بكتاب النشاط وتحفظوها تمرين رقم 3 كذلك هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 لكن هالمرة وين يجيني يجيني مثل ما هو لكن بسؤال الإملاء مثل ما وضحنا قبل دقائق بسؤال الإملاء قلنا يقول لي على سبيل المثال happy صارت happily هيتش كمثال يقول لي ساد سوي ليها ظرف حال أقول له sad لي مجرد أضيف لها al y noisy هم أضيف لها al y لكن تقلب al y إلى i ونضيف al y شوف حولتها إلى i وضفت al y bad سيء badly بشكل سيء nice لطيف nicely بشكل لطيف وهكذا هذي مثل ما نوضح بكتبري رقم ثلاثة يجيني بسؤال لم لا مثل ما وضحنا على سبيل المثال يقول لي loud أصبحت loudly حواليها ظرف حال قل لي زين على سبيل المثال noisy فأنت تقلب ال y لازم تعرف أنه هذه تقلب ال y إلى i ونضيف al y ننتقل إلى تمريل رقم اللي بعده اللي تمريل اللي أسفله ما منطي رقم شي يقول لي يقول لي now use the adverbs above and verbs from the box to make sentences يقول لك أنا منطيك ظروف هنا ومنطيك هنا أنا أفعال حاول حاول أسوي الجمل باستخدام هذه الأفعال وهذه الطروف يعني على سبيل المثال love أقول I loved happily أنا ضحكت بسعادة yesterday البارحة مثال آخر cry يبكي فأقول she cried sadly هي بكت بحزن because على سبيل المثال because of the exam بسبب الامتحان ما أدت الامتحان بشكل جيد وهكذا على سبيل المثال swim إيش أقول أقول they swim badly هم يسبحون بشكل سيء ما يعرفون يسبحون وهكذا مع البقية مجرد الطالب يختار كلمات أو يستخدم هذه الأفعال لمنطهية بجمل مفيدة ويدخل عليها الظروف الحال لكن أريد أوضح شغلة أو أريد أنبه على شغلة أنه لاحظتوا أن الhappy لي وين جتني جتني بعد الفعل الرئيسي الساد لي وين جتني جتني بعد الفعل الرئيسي الباد لي وين جتني جتني بعد الفعل الرئيسي لكن لو نفترض أنه أكون مفعول به رح يكون الموقع ظرف التكرار بعد المفعول به إذن الموقع ظرف التكرار أما بعد المفعول به أو بعد الفعل الرئيسي الآن ننتقل إلى تمرين رقم أربعة شي يقول لي يقول لي read and talk اقرأ وتحدث student A وبتمرين رقم خمسة يقول لي read and talk و student B شوف هنا هنا طلاب اثنيا الاستاذ يختارهم بداخل الصف طالب الأول يسمي طالب A والطالب الآخر نسمي طالب B الطالب الأول يتحدث هذه الجمل والطالب الثاني يتحدث هذه الجمل يعني على سبيل المثال الطالب الأول يبدي يتحدث يقول oh no oh no تستخدم لي للتعبير عن حدث سيء حدث أو oh dear يا عزيزي كذلك تستخدم للتعبير عن حدث سيء فالطالب الآخر يرد عليها أما يقول له what is it ما الأمر what's the matter كذلك معناها ما الأمر what's wrong ما خطبك فالطالب الأول يرد عليها I've forgotten to bring على سبيل المثال نسيت وأنا أجلب my money نسيت وأنا أجلب أموالي أو I've forgotten to bring my purse نسيت وأنا أجلب محفظتي والطالب الآخر يرد عليها من هذه never mind لا تبالي I'll lend you وسوف أعيرك وهكذا إذن هي محادثة بداخل الصف الطالب الأول يقول هاي الجمل والطالب الآخر يرد عليها باستخدام هذا الجمل كنشاط محادثة بداخل الصف غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم أخذنا بقصة الثعلب الجائع وتعرفنا على بعض الكلمات الجديدة هاي الكلمات الجديدة تعرفنا عليها عبارة عن ظروف حال تعرفنا على استخدام ظروف الحال والصفات وتكيفية تحويل الصفات إلى ظروف حال شلون تجينا بين المتحان بسؤال ملا شلون نقدر نجاوب عنها شلون نحول الصفة إلى ظروف حال شلون يجينا بسؤال القواعد على شكل اختيارات بين الصفة وظروف حال وكذلك شلون يجينا بالامتحان بسؤال القواعد على شكل ضع ظرف الحال بالجملة ادخل ظرف الحال بالجملة إلى آخره وكذلك أخذنا تمارين الكتاب تمرين إنشان المهمات تمرين إسقاطات تمرين إملاء أما باقي الأنشطة أنشطة صفية غير مهمة بامتحان التحريري أو بامتحان الشفوي حاولوا سجلوا لهذه الملاحظات بالدفتر وتحفظوها لأنها مهمة جدا وتفيدكم كتحضير يومي وبالامتحان التحريري ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو وظافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصل معي لحسابات الموجودة في الفيديو في الوصف